كلام النهاردة كلام السيوبيا النهاردة استكمال لمناوراتها واستكمال لعدم التزامها بأي قوانين وخروجها عن القوانين الدولية والتزامتها الرئيس النهاردة وجه رسالة واضحة ومباشرة ومفهاش كلامين هو فيها كلام واحد من الآخر يعني رئيس قال عايزيننا تعاون والافضل نتعاون ومحدش يمس نقطة من مية مصر لانه كل الخيارات متاحة تحت كل الخيارات حط خطوط من هنا لحد السد النهضة انا اللي بقولك كل الخيارات متاحة حط خطوط من هنا حتى السد الاسيوبي لانه ليس سد نهضة ولكنه سد ازاء سد عطش وليس للنهضة هو بالنسبة لنا ليس النهضة في مصر او النهضة في السودان ولكنه لتعطيش الشعب المصر والشعب السوداني وبالتالي ليس سد النهضة فالسد الاسيوبي الخطوط اللي انا بقول لحضرتك لانه الكلام صدر من رئيس الجمهورية قالوا قبل كده في قناة السويس الخط الاحمر المية واي نقطة مية النهاردة بيؤكد كل الخيارات متاحة ومفتوحة ولكن الافضل اسيوبيا تتعاون معنا وبالمناسبة انا على الهوى بقول لهم اسمعوا اسمعوا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي واسمعوها بايجابية واخدوها بشكل ايجابي بالمناسبة ليس لدينا مشاكل اطلاقا مع الشعب الاسيوبي اطلاقا الرئيس النهاردة بتكلم على الاشقاء في اسيوبيا بشكل واضح الكلام على الهوى وبيتابعوا اكيد وبيسمعوا بيسجلوا بيحللوا كل حاجة وكل حاجة يعني فعندناش مشاكل مع الشعب الاسيوبي على الاطلاق ومش عايزين نضر الشعب الاسيوبي ابدا لكن احنا نتكلم على النظام الحاكم في اسيوبيا النظام اللي هو عايز ضرر واضح وحقيقي للشعبين المصر والسوداني عايز يسبب هذا الضرر للبلدين والشعبين احنا عايزين اسيوبيا بلد تبقى بلد شقيق بلد لا تسبب ضرر لا لينا ولا للسودان ولا لا يحد وإحنا مش عايزين ضرر ليهم على الاطلاق ولكن عليهم ان يسمعوا بجد كلام الرئيس التعاون في هذا الملف افضل من اي شيء اخر المنطقة لا تتحمل اي امور تانية نسمع الرئيس والرسالة الواضحة مفاش اي لبس على الاطلاق واضحة تامة للدنيا كلها والعالم نازم يبقى يعرف كده العالم قاعد مهتم بايران عشان ايران بتهدد امريكا ومن وراء امريكا واسرائيل وزعلنين ومديقين وعمل لهم اجتماعات كل يوم في فينة عشان انه نصل الاتفاق معاهم عشان مصالحهم وفي نفس الوقت بلدين مية وخمسين مليون مواطن قد يكون هناك ضرر كبير جدا عليهم الدول اللي هي قاعدة مع ايران واللي بتتكلم مع ايران واللي منزعجة من ايران واللي عملا تجر ورا ايران ويران تتشرط عليهم وبيجر وراهم ويعملونهم اجتماعات ليل ونهار عشان ياخدوا ضمانة من ايران العالم ما يعرفش لقوي العالم لا يعرف الا لغة القوة بالمناسبة العالم الضعيف ما لهش وجود النهاردة في خريطة العالم الاقوياء فقط واللي عنده قوة مش القوة العسكرية بس عنده قوة في الامن الاكل بتاعك وعندك قوتك قوة الدولة القوة الدولة الشاملة في كل شيء تبقى قوي وبتحقق احتياجاتك عشان ما حدش يجي احنا كرم ربنا محدش دولة في العالم في العالم شرقا وغربا تقدر تضغط علينا باي حاجة تاني بقولها باي حاجة لانه الدولة النهاردة بتجاهزة نفسها من بدر الحاجات كتيرة وبتجاهز نفسها لسنوات قادمة لسه كنا بنرح منتكلم على مستقبل مصر ونتكلم على الامن الغذائي وهذا تجهيز وتاني تشكة الخير ده تجهيز وسيناء ده تجهيز والعالمين وغرب العالمين وسرق العالمين جنوب العالمين تجهيز ومطروح تجهيز